نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة المنوفية جلسة النقاشية حول عدد من محاور الحوار الوطنية والتي تهدف إلى المزيد من المشاركة وتبادل وجهات النظر والرؤى المختلفة وذلك بحضور أعضاء الأمانة العامة للحزب تناولت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات وهي الصناعة والتعليم والبحث العلمي والشباب وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعية والتقافة والهوية الوطنية ده قمة الديمقراطية أننا نتناقش مع الناس أصحاب المشكلة وناخد منهم كمان مقترحات في حلها ونشوف مدى إيجابية والحل ده توفقه مع الناس أكيد ده بيفرق بعد كده في التنفيذ ندعم المجتمع وبنحاول أننا كحزب أننا ندعم بعض المجالات زي التعليم بحيث أننا نرتخب المجتمع الجلسات لتكون هناك حوار شعبي حقيقي حتى نرتصق بالمواطن ويكون القرار الصادر هو بلورة حقيقية أو أي تشريع يصدر هو بلورة حقيقية لإرادة الشعب وتشخيص حقيقي ولتكون التشريعات التي ستصدر بناء على خارطة الطريق التي يدعوها الحوار الوطني مبنية على قناعة المواطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر